نروح لنادي الزمالك اللي بيخوض تدريبه الختامي لو لغة رباية سليمة يعني على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي استعدادا لمباراة الاهلي المقبلة في نهاية سوبر المحلي بيتولى جواو ومجيل مدرب الأحمال قيادة الفقرة البدنية لتهجيز اللعيبة بالشكل الأمثل بيحرص جزي جوميز على تخفيف الحمل البدني للعيبة قبل مباراة نهاية سوبر المحلي علشان اللعيبة لا تشعر بالإجهاد جهاز الفني عمل تأسيمة ما بين اللعيبة أسهمهم لمجموعتين وركز على متابعة هذه الفقرة وكمان تدوين الملحظات الخاصة باللعيبة قبل بدء التدريبات الفنية كمان كابتن أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك حريصة على التواجد بأستاذ محمد بن زايد علشان مسندة اللعيبة دعم اللعيبة وكمان دعم ومسندة الجهاز الفني في المران الختامي قبل مواجهة نادي الأهلي بكرة تشكيل المتاقع لنادي الزمالك حيكون كالتالي في حراسة المرمة كابتن محمد عواد خط نادي الزمالك من الشمال أو من اليمين للشمال عمر جابر حمزة مثلوثي حسام عبد المجيد محمود بنت عيك حيكون في خط وسط نادي الزمالك بكرة إن شاء الله محمد الشحاة ناصر ماهر وصدهم عبدالله السعيد خط الهجوم من اليمين للشمال زيزو سيف الجزيري وكونراد مشالك ده هو حيكون التشكيل المتوقع بكرة لنادي الزمالك نروح لأبرز تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك جوزي جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اللي هو أكد أنه فخور بتمثيل القلعة البيضاء وخوض المباراة النهية للسوبر المصري في الإمارات بكرة أمام النادي الأهلي جوميز قال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة النادي الأهلي قال احنا بنسعى لتقديم مباراة كرة قدم قوية جميلة أمام النادي الأهلي في النهائي المنظمون منحونا كل الأمور الجيدة من تنظيم وملاعب تدريب لكن لا يوجد لدينا كل اللعيبة تابعنا نحن بنعاني من ضغطات وهذا أمر طبيعي لأننا نمثل فريقا كبيرا بحكم نادي الزمالك نحن مطالبون بتحقيق الفوز في اللقاء وحصد اللقب ويقال كمان أن نحن نواجه بطل الدوري المصري في نهائي السوبر المحلي عنده عشر لعيبة في المنتخبات بطل دوري أبطال أفريقيا عندهم مدرب كبير ويساعد الأهلي على تحقيق العديد من البطلات المنافس فريق قوي جدا وستكون مباراة صعبة ده طبعا يعني عطفا على النغمة اللي سيدة أن النادي الأهلي ليس في أقوى حالاته الفترة ديا وأن يعني مقارنة تنبيه المتش اللي فات لما كان نادي الأهلي كان داخل بقوة وأن هو ممكن يخلص المتش في أول عشر داي كان طبعا ما حصلش فمنية بخسارة جوزي جوميز قال أنه من الجيد من أجل هذه المباراة أن النادي الأهلي بيلعب الكرة خلف المدافعين وبيلعب على الأجناب بيستغل الفرص اللي بتصنح ليه ولديه نقاط قوة كبيرة الراجل مذاكر لعيبة وخطة مارسل كولر كمان تابع بيقول أن روح فريق نادي الزمالك كانت كبيرة جدا عظيمة جدا في المباراة الماضية وده اللي ساعد الفريق على تغيير النتيجة وسواء ده كان في مباراة نادي الأهلي بيئة السوبر الأفريقي أو كمان أمام بيرامز في نصف نهائي السوبر المحلي كمان أكمل فريق المدرب البرتغالي أن الروح القوية اللعيبة لعيبة نادي الزمالك بتساعد على تغيير النتيجة في أي وقت وأن اللعيبة لديهم ثقافة وروح المكسب وده حاجة مهمة جدا فيما لوصله به الغيابات المدير الفني نادي الزمالك قال أننا عندنا العديد من الخيارات عندنا العديد من البدائل في كل المراكز الجميع جهزين للمشاركة وأنه يثق في كل اللعيبة اختتم المدير الفني الحديث بتاعه وتصريحاته قائلا كل مباراة لها سيناريو خاص بيها هذه مباراة نهائية الأهلي يعلم كل شيء عن الزمالك كما أننا نعلم كل شيء عن المنافس أريد أن أرى وطبعا الكلام على اللسان جوميز قال أريد أن أرى في مباراة الغد السعادة والطاقة الكبيرة لدى اللعيبة طيب خلونا نروح نشوف جزء من المؤتمر مدير الفني الكرة القدم بلاد الزمالك ونرجع لكم تاني هو فخور بتمسيل نهائي الزمالك وأنه هنلعب إن شاء الله مباراة نهائي النهائي السوبر المصري في الإمارات نحن هنا لتعلم 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 لكل أننا يمكننا لتعلم جيد وإيجيبشان يمكننا أن يكون جيد جيد المنظمين لتعلم 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 كرة القدم ويوارد الناس أنه مباراة لكرة القدم النهائية من ألوز مالك أن مصري تقدم كرة القدم جميلة لتعلم 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 على صفحة جيد لذلك نحن جاهز لتعلم لتعلم بالنسبة للضغط يعني وده الضغط الطبيعي ومعنى أن نحن بالضغط يعني وده الضغط الطبيعي ومعنى أن نحن بالمسلم نادي كبير معنى كده أن نعني الضغط الأول هو ضغط، الأول هو أنك بعض الوقت لا تشعر نحن نقوم بشأنه بطل الدوري المصري بطل الدوري المصري بعض الأمام ما يعتبرون بشأنه بطل الدوري المصري سنقوم بشأنه 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 8 أو 9 أو 10 مباشرة في المدخل بعض الأمام أفضل الأمام بطل الدوري الأبطال مع مع معدرب كبير ويجلبهم بطل الدوري المصري أنه سيكون صحيحة وصوصاً هم مصري مصري هذه الأفكار أنهم لنحن أنه من أحد يوم إلى يوم الزيال لا يقلق الأهل هنا تلك الموسيقى يجب أن يجبني أسلعي لذلك يجب أن نكون مركزين وفوكوز لذلك يجب أن نكون مركزين كبير وصحيم لأنه مكفل الجدد من أكثر اليس fought بحقيقات آخرية التي يجب الجلال والعقض بحقيقات آخرية فهي الانطبع في اللحن يبدو مكفت الكرة في التخليقات ويبدو مكفت السرطة. من دس time وثريا محاولات في الواقع والحديث ايضاً حاوله في منطقة ان الناس يخطون دي كانت أبرز تصريحات المدير الفني لنادي أز ملك قبل مباراة نهائي كأس السوبر المصري ما بين نادي الأهلي وما بين نادي أز ملك